ساعات المهلة المعتاطة لمناصر روسيا في الشرق الأوكراني تقترب من نهايتها والمحتجون الذين سيطروا على المباني الحكومية في دانيتس ولوهانسك وخاركيف عززوا مواقعهم وباتوا يتحضرون للأسوأ ما لم تتحقق مطالبهم بإجراء استفتاء على الاستقلال نحن جدون في رغبتنا في الصمود في مكاننا إذ لا يوجد أمامنا أي خيار آخر بلدنا أوكرانيا نعتتنا بالإرهابيين وبالانفصاليين وكل شخص هنا يعرف أن لا مجال للعودة إلى الوراء تقول الحكومة الأوكرانية المؤقتة إن ما يجري في المدن الثلاث ما هو إلا مخطط مدعوم من روسيا وترد موسكو بتذكير الأوكرانيين بما يدين به لموسكو ثمنا لغازها وبتحذير واضح لكييف من أن لجوءها للقوة في فض المتظاهرين قد يسفر عنه نتائج لا تحمد عقبها آمن أن تسهر مبادرة وزارة الخارجية عن تحسن للوضع في أوكرانيا وأن نرى نتائج إيجابية على الأقل ما لم يقم المسؤولون الانتقاليون على مختلف المستويات بأي خطوة لا يمكن إسوقها وفي ظل التصعيد المستمر في المواقف التي تسبق اللقاء الأول بين قادة أوروبا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأسبوع المقبل لا تبدو الأمال المعلقة على نتائجه كبيرة في ساحات الاعتصام دعوات للرئيس الروسي كي يتدخل كثر يؤيدون هذا المطلب رغم اعتراض آخرين لكن ما يجمع عليه سكان تلك المناطق هو انتظارهم لما سيسفر عنه التدخل الحكومي إن حصل تعميق للانقسام أم إزالته تعميق للانقسام أم إزالته تعميق للانقسام أم إزالته